اشتركوا في القناة منظرها حسب أنه في جنة السلواني مشاجد شامخة بالعبادة والعلم تضيء ومنازل وقصور بديعة الجمال والأتقال هذه جامعة القرويين شاهدة العز وكذا مشجد أبو عينان يوم السلواني يا أختي إن التحرش في هذا الوقت سببه من عدم الأخلاق والتربية كما أقول لكم في كلامي إنما تعلمتهم في صغيرك ينفعك في كبارك ونعدم الأخلاق هي السبب لأدل الأشياء للولد ولا للبنت؟ للبنت وللولد البنت من عدم التربية والأب والأم هما السبب في هذه المشاكل أن العالم القاروي العالم القاروي في ألف سمية وربعة وستين وكذلك كانوا بغوهد الإخوان يدروا التربية والأخلاق في العالم القاروي كما كان قديما لن يقع هذه الأشياء فإن مدينة فاس أصبحت مدينة مخربة من كل الأشياء إنه سبب رئيسي والتربية ونعدم التربية إنما ما قال الشاعر فمن ذهبت أخلاقهم ذهبوا وما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنني أكمل مكارم الأخلاق هل يوجد أن تحرش في القانون؟ لا نحن تربية المدينة القديمة أنا ابن طلعة الصغير لم يكن لنا التحرش كنا ندافع عن الفتاة ندافع الأم والأب أحتراما للتربية والأخلاق ولكن في هذا الوقت لم يكن لدينا دفاع عن هذا نظرا أنه القوانين التي جاء بها المشرع كلها من الخارج ولكن الإبداع اللي نبدعه إحنا ما تخليونه نبدعه ولهذا فعلينا أن نقوم بالتربية والأخلاق في جميع المقاطعة على كل مقاطعة أن تعمل على التربية والأخلاق لأن المقاطعة ما هو عمله؟ ليس عمله هو البناء وهذا وهذا هو أنه تخلق الأخلاق وثانيا وزارة التقافة وزارة الشبيرة والرياضة ووزارة الداخلية على أن تعملها وكذلك الجمعيات فالجمعيات عليهم أن يفعلوا أساسا هي تربية والأخلاق لأنه لما تربينا نحن صغار لم يكن أي إنسان يتعرض لفتاة الستينات والخمسينات والسبعينات لأي فتاة كيف تربينا تعرفت أن تحرج قدام عيني؟ قدام عيني إنني كنت أنا وجوجاتي في قدام الملح وواحد بغايت تعرض عليها ثم خليت بغايت إشداوديها إشداوديها بززز جيت أنا قمت بفعل لم تقوم به السلطات وضربتهم وضربتهم من أجل أن لا يفعل شيء لأننا كنا نتربى تربية حسنة ولو كأنه في هذا الحسن ثاني الله رحمه البصري كانت القوة دب القوة مبقاش